شكراً جزيلاً سيد رئيساً اسمي ناكيا جرمانيسان أبلغ من العمر عشر سنوات وأنا من غانا وأنا في محفل التول المستضعفة أمام تغيرات المناخ. أنا سعيدة بوجود وإياكم للحديث باسم 1.5 مليار شخص أولئك الذين يعيشون في 58 دولة من مجموعة سيفياف حيث هناك أعداد غفيرة من الشباب الذين يهتمون بتغير المناخ والذين بالفاعل توجه أنظارهم صوبة تلك الغيوم التي تلبد السماء وحيث أنه حدثت فيضنات وحيثما بالفعل طررنا لفرار بيوتنا على متن قوارب داخل المدن وكان الأمر بالفعل مثيراً للهلع وإن تفاقمة الأمور نخشى ما نخشى أن مستقبلنا على المحكة. حذرت اليوم وحذرت منذ البداية وتابعت فعاليات المؤتمر وتحدث والعديد منكم وأنتم جميعاً بالفعل كنتم لطفاء جداً وإيايا. وأطلقنا حملة ضرورة الدفع الذي قد طال انتظاره. أنا على يقين بأنكم تعلمون ما هي هذه الحملة. أنتم أذكياء لأن بعض المجتمعات المحلية في بلد غانا تتحمل وزر ما يحدث. تدفع ثمن باهداً لما يحدث جراء الحرائق التي أشعلها البعض. وهنا السؤال البسيط المطروح. متى يمكنكم أن تسددوا الثمن؟ لأن سداد الثمن قد طال انتظاره. التقيت وسيد جون كيري زار جناحنا في مستهل الأسبوع الماضي. كان لطيفاً جداً وتحدث وإيانا وأعتقد أن نسيا والبالغة من العمر من ثمان سنوات. وأنا على يقين أنه لدي إذن أحفاد. نعم أنا كذلك أبلغ عشر سنوات. وعندما سأصل إلى عمره إن شاء الله سنكون قد شرفنا على نهاية هذا القرن. وحينئذن ملايين الأشخاص لسيما من المسنين قد يقضون كل سنة بسبب ارتفاع درجة حرارة الكوكب. وهذا ما لمسناه في CVF. فمصير المستضعفين سيكون هو مصير العالم برمته. وإن نجحنا في ارتفاع درجة الحرارة بـ 1.5 درجة مئوية كما تم الالتزام بذلك في باريس وغلاسكو. فكل هذه الوفيات يمكن أن نتفاداها. لكن إن وصلنا ووصلتنا إلى درجة اثنين. لربما حينئذن سنتحمل هذا الوضع المزري تلك الوفيات. قيل بأنه أمامنا 86 شهر قبل أن نصل إلى درجة 1.5. وعليها رجاءً أناشدكم لتقوموا بعملية حسابية بسيطة. الوضع طارئ وملح. فلو كنتم شباب وأطفال مثلي هل كنتم بالفعل ستدركون بأنه ينبغي أن نتدخل وأن نضع حد لما يحدث؟ فأنا أرجوكم تأمل ما يحدث وتفكير في الأطفال وفي الأحفاد. وينبغي أن تتذكروا أنفسكم وأنتم في مرحلة الطفولة. السيد الرئيس أملنا أن هذا المؤتمر سيساعدنا. أنا على أقيم بأن مام أحد يريد أن يخذلنا. اليوم يوم جمعة وأطفال في بلدان شدة اليوم تغيبوا عن المدرسة لكي يبينوا مدى اهتمامهم بكوكبنا. رجاءً رجاءً اسمعوا صوتنا وطلبنا. ينبغي أن تنجز المزيد وتحقق المزيد. وحيث أن الدول الغنية والملوثة ينبغي أن تتحمل المسؤولية التي تتملس وأن تحضر مؤتبراً للأطراف في المستقبل دون أن نحقق نسبة 1.5 درجة. الدول الغنية والملوثة ينبغي أن تقدم المساعدات المالية لمن يتحمل وزر هذه الكوارث. كوارث لم ينتسبب فيها نحن. هل إذا ساعدتمونا ولم تخذلونا؟ وذلك لكي لا نحضر مزيداً من المؤتمرات ونتقدم في السن دون أن تقدم لنا المساعدة. لا ينبغي أن تحرمونا من هذا الكوكب. فينبغي أن تتحملوا أو تتحلوا بالشجاعة لتكونوا أبطالنا لتتحركوا اليوم الآن. وإن لم تتحركوا اليوم فأنا أبذل قصار جهدي السيد الرئيس. لقد كتبت مؤلف عنوانه أشجار من أجل حياة وذلك لكي أثقف الأطفال من المجتمعات المحلية بشأن ما نقوم به. هناك مشروع عن طفل زائد شجرة وذلك لمساعدة ملايين الأطفال في بلدي. لكن أي أنشطة قد أقوم بها وأي جهد قد أبذله المشكلة مشكلة مستعصية. فلا يمكن أن نتحكم في المستقبل إن لم نتقد التدابير الآن. رجاءً هل كنتم أبطالنا هنا في شرم الشيخ؟ نحن في المرحلة الأخيرة ولدي بيت من قصيدتي باللغة المحلية. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الأمور وتحملتم مسؤولياتكم شكراً على حسن الإصغاء. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكراً جزيلاً. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أود أن أشكر غانا على هذا النداء المفعم بالمشاعر ولا يسعني إلا فهم هذا الحماس كمؤشر عن مزيد من التفاني وكمؤشر عن رغبة التحقيق والإنجاز. إنجاز ما طلب منا وذلك من خلال صوت مواطن العالم من خلال صوت الأجيال الشباب والتي بالفعل ستسائلنا. أشكر غانا وأشكر كل أولئك الذين أعربوا عن دعمهم لما قد نقل لنا الآن. شكراً الكلمة للنرويج. شكراً جزيلاً سيد الرئيس وأعتقد أننا جميعنا بالفعل قد تأثرنا جراء هذه الرسالة القوية التي جاءت على لسالة شقيقتنا الفتية من غانا. رسالتها قدمت باسم كل أطفال وشباب العالم. وأنا فهمت هذه الرسالة على النحو الآتي. أولاً لابد أن نحقق مبدأ الخسائر والأضرار انطلاقاً من هذا المؤتمر. وأنا ألمس تقدماً ملموساً من خلال سد أي ثغرات في فهم هذا المبدأ. وهذا ما قد سيتحقق إلى يومنا هذا ومساء اليوم. وثانياً رسالة قوية مفادها أنه ينبغي أن نبقي الاحترار دون 1.5 درجة. وهذا ما كنا قد التزمنا في غلاسكو. لا يمكن أن نغادر شرم الشيخ بنتيجة دون ذلك. لا بد أن نعيد التأكيد على التزامنا. وينبغي كذلك أن نقدم برنامجاً بيناً وقرارات واضحة لتحقيق هذا الهدف. 1.5 درجة. هل ليس مجرد رقم قد تم إذن اختراعه؟ بل هو يسند إلى العلم. ففي باريز فهمنا من الوجه الاختلاف الكبير بين الاحترار من وصولاً إلى 1.5. وكذلك احترار وصولاً إلى 2 درجة. وحيث أن هناك دولة ستختفي من وجه الأرض من إن استمر هذا الاحترار. وهناك مدن كذلك ستختفي بالفعل هذا إن تحققت هذه الكارثة. هذا إن لم نلتزم بما قطعناه على أنفسنا في غلاسكو. ولا بد أن ندرك بأنه لدينا القوة والسلطة. لكن ليس السلطة لكي نغير من قانون الفيزياء. فالقانون الفيزياء موجود. ونحن نستمع إلى العلماء الذين يقولون بأنه إن تجوزنا النسبة التي اتفقنا عليها فنحن مألنا الكارثة. ولذلك لا بد أن نلقل رسالة متينة وبرنامج متين وقوية بشأن الخسائر والأدرار. واحتماد الصندوق المقترح إن شاءه. ولا بد كذلك أن نحقق ما ذكرته الشقيقة من غانا. وكذلك ملايين الأطفال أن نترك لهم كوكب قابل للحياة. وهذا يعني أننا لابد أن نحتمد من تدبير حاسمة وذلك لإزالة الكربون. هذا بالطبع يقتضي جهودا مضنية من لدون الجميع. فتلك الدول التي ديها موارد كبرى لابد أن تنجز أكثر. لكن ما من أحد يمكن أن يحفى من هذه المهمة التي أشارت إليها أختنا من غانا. شكرا للنرويج. هل من طلبات أخرى للحديث؟ لا يبدو أن الأمر كذلك. وعلى هذا سيتيح لنا فرصة لكي نعزز المشاورات وصولنا إلى الوثائق الضرورية التي ستسمح لنا بالمضي قدما. إذن شكري لكل من حضر وأناشد الجميع العمل على قدم وصاق خلال الساعات المتبقية لكي نحقق مقربنا المشتركة. شكرا رفعة الجلسة. شكرا شكرا